موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما الساعة في بانوراما الساعة لهذا اليوم سنعود بالذاكرة 48 عاما من التاريخ الفلسطيني الحافل بمحطات النضال التي عبدت بدماء الشهداء منذ أن أقيمت دولة إسرائيل على أنقاض انتداب بريطاني سلم أرضا لا يملكها لمجرم لا يستحقها وقوافل الشهداء تسير على درب الثورة والحرية والاستقلال حتى يومنا هذا ما زالت دماء الشهداء تسيل فوق الأرض الفلسطينية من أهم محطات تاريخ الثورة الفلسطينية قبل 48 عاما في مثل هذا اليوم من عام 67 وتسعمائة وألف من ستينيات القرن الماضي وقعت معركة الكرامة التي سطر فيها الفداء الفلسطيني إلى جانب الجندي الأردني أروع ملاحم البطولة في التصدي للمحتل الإسرائيلي وكي نعود بالتاريخ سأستضيف من استوديوهاتنا في رام الله اللواء الحاج إسماعيل جبر مساعد القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطينية ومستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات مساء الخير سيادة اللواء سيادة اللواء كنت أحد المقاتلين الذين شاركوا في هذه المعركة معركة الكرامة لو تعود بنا والسادة المشاهدين إلى هذا التاريخ بداية قبل الحديث اليوم عن الكرامة هناك مناسبة أود أن أنقل كل التحيات وكل الاحترام للأم الفلسطينية في عيدها هذه الأم التي أنجبت هذا المقاتل الفلسطيني وهي شقيقة ورفيقة في النضال وزوجته هذه المناسبة طيبة لأبعث لكل أخواتي وأخواتي والأم الفلسطينية بشكل عام في الوطن وفي الشتات بكل التهاني والتبركات مناسبة هذا الأيد أما اليوم وهو يصادف الزكرة الثامنة والأربعون لمعركة الكرامة الباسلة نعم هذه المعركة التي كانت ولا تزال نقطة عظيمة جدا في سجل التاريخ الوطني الفلسطيني إلى جانب إخواننا في الجيش الأردني الباسل وكذلك بجانب الشعب الأردني الشقيق هذه الذكرى جاءت في ظروف أكثر تعقيدا في الواقع العربي في ذلك الوقت كان العرب يعيشون أنذاك حالا من التوتر والتوتر والقلق بعد معركة 67 إلا أن فدائيو فتح الذين واصلوا عملياتهم العسكرية منذ عام 1965 في قلب الوطن الفلسطيني بأجمله لم يتوقفوا أبدا بعد معركة 67 بل اجدادت عملياتهم في الضفة وفي القطاع وفي الجليل الأعلى وفي النقب مما أكد للعالم العربي وللمجتمع الدولي أن الفلسطينيون يبحسون ويسعون إلى تحقيق حريتهم واستعادة وطنهم السليب الذي اعتدت عليه إسرائيل بكل دعم الدول التي كانت تنحاز ولا تزال تنحاز إلى جانب إسرائيل لاضطهاد الفلسطينيين وتشريدهم وترضهم وإقامة دولة إسرائيل على وطنهم التاريخية فلسطين معركة الكرامة كانت نقطة التحول هامة جدا في تاريخ الصراع العربي الفلسطين نعم كان يعتقد الإسرائيليون وللحظة الأولى وهم في نشوة النصر بعد سبعة وستين إن بإمكانهم مرة أخرى توسيع الاعتداء الإسرائيلي على الأمة العربية وكانت دائما تبحث عن ذرائع نحض كان هناك عمليات فدائية متميزة ورائعة في الضفة الغربية وفي أراضي الفلسطينية التاريخية وفي كل المناطق مما حدى بالجانب الإسرائيلي نعم أن يهدد ويرسل تهديدات وإشارات مباشرة إلى الأردن حول وجود الفدائيين في قواعدهم المتواصلة على طول الحدود مع الجانب الإسرائيلي في غور الأردن وفي غور الصافي إلى جانب الحدود الشمالية والجنوبية في الأردن وكذلك قواعدهم أيضا في تواجدهم المبدئي في الجولان في سوريا وفي لبنان بدت التحضيرات الإسرائيلية بإرسال التهديدات المتواصلة إلى الجانب الأردني عليكم أن تقوموا بمنع الفلسطينيين والفدائيين الفلسطينيين من التوجه إلى الأراضي المحتلة أي بمعنى أن يطالب الجيش الأردني والشعب الأردني لتوفير الحماية للجانب الإسرائيلي كان الموقف الأردني واضحا وصريحا عندما رفض هذه التهديدات وهو يعرف أن هذه التهديدات عنوانها القواعد الفلسطينية في الأغوار ولكن لها أهداف سياسية وعسكرية وأمنية كبيرة في شرق الأردن كان يسعى الجانب الإسرائيلي بتجهيز قواته مجددا والاندفاع شرقا حتى يصل إلى المرتفعات الشرقية إلى الأردن هذا هو الهدف الأساسي من المعركة والهدف الأساسي أيضا آخر هو تدمير قواعد الفلسطينيين في معركة الكرامة التي شكلت نقطة انعطاف وتطورها الكبير في تاريخ نضالنا وشراعنا مع الجانب الإسرائيلي وأيضا سجل في هذه المعركة تلاحم ما بين الفدائي الفلسطيني وشقيقه الجند الأردني على أرض الكرامة وفي غور الصافي امتدادا واسعا كانت له انتصارات كبيرة وانعكاسات كبيرة على الروح المعنوية العربية وعلى الشعب الفلسطيني بشكل خاص وصلنا استعداد سيادة اللواء مما تفضلت به أرادت إسرائيل أن تشق الصف العربي وتطالب الأردن بالتخلي عن المقاتلين الفلسطينيين ولكن يأتي أراد الأردني بالتلاحم ما بين الجيش الأردني والفدائي الفلسطيني هذا هو صحيح كانت تحاول إسرائيل خلق خلاف وسراع ما بين الأردن والفدائيين الفلسطينيين الذين يتواجدون في غور الأردن إلا أن إسرائيل فشلت بذلك ولجأت باستخدام وسائل عديدة من التهديد عبر وسطاء دوليين الأردن بهدف دفع الأردن لارتكاب مشاكل ومعارك جانبية مع الجانب الفلسطيني وهنا أسجل لجلالة الملك حسين وللجيش الأردني وللشعب الأردني هذا الموقف النبيل الذي رفض أن يكون حارسا للإسرائيليين في أهوار أردن ويعرف أن الفلسطينيين شعب حر وله حقوق وهو يقاتل والفدائيين يتواصلون يواصلون عملياتهم القتالية في الضفة الغربية وفي أرض فلسطيني التاريخية واجدادت حدة هذه العمليات قبيل معركة الكرامة كانت وتيرتها عالية جدا وصلت إلى أن يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان وليفي أشكور رئيس الحكومة بتصعيد اللهجة الإعلامية ضد الفلسطينيين وضد الأردنيين إن كانت في الكنيسة أنذاك أو في تصريحات وبدأنا نلمس نحن والأردنيون حشود إسرائيلية كانت تصلنا المعلومات أولا بأول ونحن في الكرامة نستعد لهذه المواجهة بكل ما توفر لدينا من إمكانيات في ذلك الوقت إمكانيات صغيرة ومتواضعة ولكن كانت الإرادة صلبة وقوية وعزيمة اللاتولين وحدة الفلسطينيين ووحدة الجيش الأردني مع الفلسطينيين كان لها الأثر الكبير وهذا ما يؤكد عندما نكون أكثر تماسكا وأكثر تضابنا وأكثر وحدة نستطيع أن نحقق ما نصب إليه في أي من المعارك السياسية والعشكرية سيادة اللواء لماذا سميت بالكرامة تحديدا الحقيقة هي لأنها وقعت مركز المعركي كان مركز مخيم الكرامي مدينة الكرامي وهذا المخيم كان يعتض بخمسة وعشرون ألف من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم عام 1948 وكانوا يعملون في الزراعة وكانت منطقة مستقرة ولكن الفدائيين جاءوا بعد الانهيار في عام 1967 وتواجدوا وقاتلوا ووصلوا إلى أعماق داخل إسرائيل وقاموا بعمليات جريئة هذه المعركة إلى جانب أنها أطلقت باسم معركة الكرامة إلى أنها أيضا شكلت نقطة تحول كبير وسميت معركة الكرامة العربية نعم إنها معركة الكرامة بمعناها الجغرافي وبمعناها وبنتائجها السياسية والأمنية سيادة اللواء رئيس الأركان الإسرائيلي حين ذاك حين بارليف قال إن إسرائيل فقدت في هجومها الأخير على الأردن أضعاف ما فقدته في حرب 67 اعتراف من العدو وقت ذلك بهذه الهزيمة هذا هو حقيقة خسائر إسرائيل في تلك المعركة كانت كبيرة ولأول مرة تترك إسرائيل آلياتها في أرض المعركة من هنا يأتي الفضل للتعاون الوثيق ما بين الفديين والجيش الأردني لقد عمل الفديين وفق ترتيبات خاصة بهم متفق عليها وعمل الجيش الأردني لتوفير الغطاء والدفاع أيضا عن القواعد الفلسطينية وقد قال حيين برلي في ذلك الوقت إن الهدف هو تدمير القواعد الفلسطينية في الأغوار تقوير فضاعة الفدائيين في الأغوار ولكن أيضا الأردنين كانوا متنبهين تماما كما قلت قبل قليل إن الهدف كان صحيح تدمير القواعد الفدائيين في الأغوار ولكن كمحطة أولى كخطوة أولى باتجاه آخر للمعركة هو الأصول إلى المرتفعات الشرقية لنهر الأردن مما حدى بالجيش الأردني بوضع خططه وترتيباته وفق رؤيته للمعركة وقد نجح الجيش الأردني بقواته وفرقته الأولى التي كان يقودها في ذلك الوقت اللواء مشهور حديثي وأيضا قادت ألوية أخرى آخرين في الأردن لا يصعفني ذكر أسماءهم وكانوا أيضا الجيش الأردني الباسل وضع خططه من اللحظة الأولى لعبور هذه الآليات الإسرائيلية على الأراضي الأردنية فكانت النتائج مذهلة بالخسائر وعندما تمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى مداخل الكرامة والكرامة كانت هناك معركة للفدائيين الفلسطينيين مشرفة سجل التاريخ أنصع صفحاتها عندما كان هناك اشتباك بالسلاح الأبيض نحن لم يقود لدينا سلاح كما يعتقد البعض كان أكبر سلاح لدينا في ذلك الوقت هو بيتو هذه نقطة هامة في التاريخ عدم التوازن في القوة العسكرية وبالمقابل الخسارة الإسرائيلية كانت فادحة ربما إسرائيل خرجت بعد نكسة 67 بنشوة النصر على العرب ولكنها فوجعت بإرادة فلسطينية قوية مع الإرادة العربية أيضا في تعليق لرئيس أركان قوات الاتحاد السوفيتي وقت ذلك المرشال جريشكو قال المعركة معركة الكرامة شكلت نقطة تحول في تاريخ العسكرية العربية هذا صحيح لأنه على الإخوة العرب والإشقاء العرب يعرفوا أن هذا الكيان وهذه القوات الغاشمة الإسرائيلية تستخدم وسائط نيران قوية ولكنها أضعف مما أن تشتاج حدود دولة إذا نظمت هذه الدولة جهودها مع شعبها وقامت بتدريب جماهيرها وشعبها للدفاع والمساندة مع الجيش وبالتالي نحن نصانعنا نموذجا عسكريا ولأول مرة كان هناك نموذجا في التآخي والتعاون والتعاضد ويسألوك المعركة الموحد هنا يقاتل بسلاحه الأبيض والآخر بسلاحه المدفعية وآخر بالدبابات وآخر بالرشيشات كلها عملت بشكل موحد في إطار رؤية موحدة مسبقة كانت قد تم الاتفاق عليها بين الجانب الأردني والجانب الفلسطيني في ذلك الوقت طيب إذا تحدثنا عن نقطة التحول في تاريخ الصراع سيد إسماعيل جبر نقطة التحول أيضا كانت لحركة فتح كمقاتلين فلسطينيين يقودون الكفاح المسلح أيضا كيف انعكس هذا الانتصار على الفداء في حركة فتح بصراحة هذه المعركة فتحت أفاق كبيرة لحركة فتح وكانت هناك نتائج إيجابية بعد أن نجحت نظريتنا في التصدي للمرة الأولى مباشرة إلى قوات الهجوم الإسرائيلي عكست إيجابيا فتحت مسارا كبير افتتح تدفق جماهير هائل من الشباب العربي وأنا أذكر جيدا لنا رفاق من الكويت ومن السعودية ومن مصر ومن الأردن طبعا إلى ضاف ذلك ومن كل الدول العربية ومن سوريا أكدوا على أن فتح هي قلعة النضال وهي بوسلتها الصحيحة في هذه المعركة وبالتالي كانت هناك تدفق هائل من الشباب العربي والفلسطيني لتعجيز دور فتح على عمل الوطن الفلسطيني وتعجيز دور العاصفة التي قادت هذه المعركة بإصرار وعناد ونحن كنا نتوقع إنه إحنا سنحقق هذه النتائج فيما لو صبرنا وصمدنا في الكرام نعم لقد ضحينا بما يزيد عن مئة شهيد نحن ورفاقنا في فصائل المقاومة الفلسطينية وهنا أذكر قوات التحرير الشعبية وحركة فتح وبعض الفصائل لم يكن لم تكن على قناعة بأن هذه المعركة تستسفر عن نتائج إيجابية أنا لا أريد لكن دعني أن أقول نحن كفلسطينيين دعني أقول فتح هي الوعاء وهي الأمة الفلسطينية يجب أن تحمل كل الأعباء وبالتالي لا نريد أن ننكئ الجراح لبعض رفاقنا في فصائل المقاومة الفلسطينية أنا ذاك الذين انسحبوا من حسابات داخلية ضعيفة وأسرت فتح على أن تبقى كما كانت وستبقى فتح كما كانت إلى أن تحقق إقامة دولتنا الفلسطينية المساقلة وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله طيب تحدثت عن توقعات من قبل المقاتل الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وقت ذلك توقعنا أن نحقق هذا الصمود وهذا الانتصار وهذا من منطلق العقيدة الفلسطينية للفداء المقاتل المدافع عن أرضه لكن في المقابل الجانب الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي توقع أن يكون هذا الصمود الفلسطيني والأردني بهذا القدر وأن تقع في صفوفه هذه الهزيمة هم في شك أن الهرور والكبرياء تبع الجانب الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي المتغطرس وقيادة المتغطرسة كانت تتوقع شحق المقاومة الفلسطينية على المحاور الرئيسية الثلاثة التي تقدمت عليها محور غور الصافي والمحور الرئيسي الكرامي والمحور الجهة الشمالية من الكرامي حاولت تطبق بكل قواتها العسكري بألويتها وفرقها وسلاحها الجوي ووحدات المظليين على الكرامة لتدمير قواعد الفلسطينيين فوجئت هذه القوات التي تقدمت بقطرسة كبيرة بتصدي هائل من سلاح المدفعية الأردني وكذلك المقاومة الفلسطينية والجند الأردني الباسل هنا فوجأت إسرائيل بعظمة هذا الموقف الموحد الفلسطيني بقيادة الرئيس المرحوم ياسر عرفات وبقيادة جلالة الملك حسين المرحوم ملك المملكة الأردنية الهاشمية طبعا كان لهذا الموقف نتائج إيجابية هائلة فوجئة بها الجانب الإسرائيلي وبالتالي بدأ الجانب الإسرائيلي بالانقفاء والانسحاب بعد الساعة الثالثة والنصف إلى الرابعة مساء دون أن يتمكن من سحب خسائره في المعركة وهنا أسجل بكل الاحترام والاعتزاج لكل شهداءنا البواسل الذين سقطوا في الكرامة وشهداءنا من الجيش الأردنية الذين سقطوا دفاعا عن أرض الأردن الباسل لهم كل الاحترام ولكل التقدير ولأسرهم ويسجل التاريخ لهم إنهم منعوا هذه القوة المتغطرسة الإسرائيلية من التوجه واحتلال أرض جديدة عربية هي شرق الأردن لم يكن رد الكرامة سيادة اللواء بعيدا عن إعادة الكرامة العربية خاصة بعد نكسة 67 في حزيران من عام 67 كانت النكسة ثم في مارس من عام 68 يتحقق هذا النصر لم تفرح إسرائيل كثيرا لم تنتشي بهذا النصر على الجيش المصري وقت ذلك لتأتي الضربة من الجانب الآخر للضفة الشرقية من القوات الفلسطينية من الفدائيين الفلسطينيين من الجيش الأردني لتحطم هذه النشوة الإسرائيلية هو ما من شك أبدا إن معركة الكرامة كانت نقطة تحول بالمفهوم العشكري العربي والفلسطيني ما في شك أنه الجميع الدول العربية طوق المحيطة فهمت أن الدور الفلسطيني المتواضع الصغير إذا ما حصل على إسناد عربي نستطيع أن نحقق ما نتطلع إليه من تحرير أرضنا السليبة وكانت هذه المعركة الكرامة الانتصار الأول باتجاه معركة أخرى في عام 1973 خاض بها الجيش المصري والجيش السوري نعم وأيضا قوات العاصفة وقوات الثورة الفلسطينية إن كانت على الجبهة المصرية أو على الجبهة اللبنانية أو على الجبهة السورية لقد شارك الفلسطينيين فأيضا معركة الكرامة الثانية التي حصلت عام 1973 هذا فخر عظيم للفلسطينيين ولم يتوقف الفلسطينيين أبدا عن صراعهم إلى أن تقام دولتهم الفلسطينية الشهيد الراحل ياسر عرفات قال بعد انتصار الكرامة أن معركة الكرامة شكلت نقطة انقلاب بين اليأس والأمل ونقطة تحول في التاريخ النضالي العربي وتأشير الدخول للقضية الفلسطينية لعمقها العربي إلى أي مدى كانت توصفات الشهيد ياسر عرفات قريبة من الواقع الحقيقي للثورة وللأمة العربية حقيقة انصفات عميقة جدا ولعب القائد أبو عمار ورفاقه في القيادة وعلى ما أذكر معنا في الكرامة كان أبو إياد وأبو اللطف وأبو صبري وممدوح سيدم وكلهم كانوا معنا في الكرامة وللحق يجب أن يقال كانت روح الحوار الداخلي قبيل المعركة كيف يمكن أن نتصدى وتركوا لنا خيار نحن كضباط وكقادة مسؤولين عن قواعد ومحاور صغيرة لنقرر حتى لا يكون هناك في ضغط من القيادة وبالفعل قررنا السمود والمواجهة في ما تواضع لنا من أسلحة متواضعة صغيرة ولكن كنا نملك إرادة ونملك رؤية بعيدة جدا بعد الانخروج من هذه المعركة نعم أبو عمار كان له بعد نظر كبير هو أفواله في القيادة وانعكست هذه الرؤية بعمق كبير على المجتمع العربي والدولي هناك أصبحت قضية فلسطينية وأصبح هناك مقاتلو فلسطينيين لم يعد هناك أحد يتلاعب بمصير الفلسطينيين وفتح سجلت هنا نقطة نحن كفلسطينيين من حقنا أن نتحدث بأنفسنا وندافع عن أنفسنا ونقيم دولتنا وهذا عمق العلاقة وتجسدت علاقتنا نعم كما تحدث رئيس الأركان السوفيتي في ذلك الوقت وهي عبرة مهمة نعم لكل الدول العربية ولكل الدول المعتدى عليها كي يمكن لها أن تتصدى إذا توفرت الإرادة الصلبة والعزيمة القوية في مواجهة التحدي وفي مواجهة العدوان نعم أخيرا اسمح لسيادة اللواء فتح قادة العمل العسكري وبرعت فيه منذ بداية الثورة الفلسطينية قادة الكفاح المسلح بكل أنواع الأسلحة التي كانت متاحة لدى المقاتل الفلسطيني أيضا حركة فتح قادة العمل الدبلوماسي والسياسي وانتصرت وبرعت في كلا العملين سواء عسكري أو دبلوماسي لكل من يزاود على حركة فتح كلمة للتاريخ سيادة اللواء إسماعيل جبر وأنت من مقاتلي حركة فتح فتح أنجزت بدايات الدولة الفلسطينية كمؤسسات وكسلطة وطنية فلسطينية موجودة على الأرض ماذا يمكن أن تقول دعني أقول لك بعض الشيء كل الضجيجة التي تصنعه إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لإحباط الفلسطينيين وإحباط حركة فتح وللأسف بعد القوى الفلسطينية استساغت الوضع القائم في الوطن الفلسطيني نحن يجب أن نكون أكثر موحدين وأكثر صلابة ولدينا رؤية سياسية واضحة بغض النظر عما يقال نعم نحن كان لنا اعتراض على أوسلو ولكن كانت لنا رؤية أن نعود إلى أرض الوطن لنقيم دولتنا ونحن نعرف أن هناك معاناة كبيرة وتحدي كبير للأسف مع الجانب الأمريكي الذي يقدم الإسناد لإسرائيل بشكل معلن وواضح ويدعمه في الاستطان وإقامة الجدران وهد من منازل وقتل الأطفال وقتل الأبناء وقتل الأخوات النساء نعم نحن نعرف ذلك ولكن على الجانب الإسرائيلي أن يعرف كلمة واحدة مهما حاولوا شق السفر الفلسطيني ومهما حاولوا من انتزاع الإرادة وأضعاف الإرادة الفلسطينية نحن سنبقى هنا هذه أرضنا وهذه دولتنا والقدس لنا عاصمة لنا ولن نتراجع أبدا ولو لم يبقى فينا إلا شبل واحد وهو سيصل هذا الشبل إلى القدس ويرفع العلم الفلسطيني إلى القدس كما قال أبو عمار وكذلك أخي أبو مازن قال نحن هنا باقون نعم نحن هنا باقون رغم ما نشعر به وأنا هنا أتحدث ما نشعر به من ألم نتيجة الانقسام الفلسطيني لمصحت من هذا الانقسام لمصحت من هذه الحالة الفلسطينية التي وصلنا إليها نحن أحوج من نكون إلى وحدة الموقف وصلابة الموقف حتى نستطيع كلنا بكل القوى الفلسطينية تضافر الجهود للا نتمكن من الوصول إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وبهذه المناسبة بمعركة الكرامة وما لها من نتائج وما لها من إنعكاسات إيجابية على الفلسطينيين وما لها إنعكاسات عربية ودولية أناشد إخواني في حماس أن يستجيبوا لصوت الحق والعدل بالعودة عن الانقسام ولحمة الشعب الفلسطيني حتى نتمكن من مواجهة التحديات التي تفرضها علينا إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية التي ساوفت على مداري عشرون عاما من المفاوضات لم تقدم للفلسطينيين شيئا إلا اللف والدوران نعم نحن هنا باقون ونحن مسرون أن تكون القدس عاصمة لنا وسيرفع شبل أو زهر من أشبالنا العالم الفلسطيني على القدس إن شاء الله مهما طال الزمن هذه كانت كلمات الشهيد ياسر عرفات سيادة اللواء أن يرفع العالم الفلسطيني على مآذن القدس وعلى كنائسها السيد الرئيس محمود عباس حمل الغاية وواصل الكفاح الفلسطيني ورفع العالم الفلسطيني في أرواقة الأمم المتحدة حتى يدخل الأرض الفلسطينية عزيزا كريما معترفا به من كل دول العالم أيضا القيادة الفلسطينية لم تتخلى ولم تتزحزح عن أي مبدأ من مبادئ الثورة الفلسطينية أنا واثق من ذلك وعلى المجتمع العربي والفلسطيني بشكل خاص أن يثق إن فتح بقيادة الرئيس محمود عباس لن يغير مل واحد في الثوابت الوطنية الفلسطينية لا في القدس ولا باللاجئين ولا بالحدود على الإطلاق ولا بمسادرنا الطبيعية ولا على وحدة شعبنا كل من يراهن على إرباكنا سيفشل نحن نحقق خطوات نجاح صغيرة جدا ولكنها ستعمل على تراكم هذه الانتصارات لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أنا على ثقة أن الرئيس أبو مازن يقودنا بالاتجاه الصحيح قد يعجب البعض ذلك ولكن نحن نعرف اتجاهنا بشكل واضح وسننتصر وسنصل إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المجتمع الدولي كما تلاحظ بدأ يتغير هناك مقاطع لإسرائيل هناك اعترافات بدولة فلسطينية هناك نشاط سياسي واسع للفلسطينيين هناك علاقات دولية واسعة هذه كلها إنجازات تتراكم وسنحصل على النتيجة على دولة فلسطينية مهما طال الزمن وعلينا أن نجيد ونصمر ونصمد وأن نتمكن من تحقيق وحدتنا حتى لا يتمكن الجانب الإسرائيلي من الانفراد بالفلسطينيين كل على حدة أرجو أن يكون ذلك قد فهما وسمعه الجميع نحن لا نقاتل بعضنا البعض على الإطلاق نحن نريد أن نكون موحدين في مواجهة معركة تحدي حاسمة لحن لنا أوليات في المعركة أبو ماجل له أوليات في المعركة ليست أولوياته أسراع مع زيد أو عمر من الناس له معركة رئيسية مع الجانب الإسرائيلي في الحصول على مجتشباتنا وحقوقنا ودولتنا التي اعترفت بها العالم ستتجسد على الأرض إن شاء الله قريبا ونحن هنا باكون إن شاء الله قبل 48 عاما كان الواقع العربي إلى حد ما ربما يشبه الواقع اليوم الدول العربية منشغلة عمقنا العربي بعيد العمق الإسلامي أيضا بعيد الهجوم من الولايات المتحدة لصالح إسرائيل وضدنا كفلسطينيين وتراجع المجتمع الدولي برأيك هل يعطي الفرصة لإسرائيل أن تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية تخطط الاجتياح الضف الغربية مثلا على غرار عملية السور الواقع التهديدات ضد الرئيس متواصلة يمكن أن تقدم إسرائيل على هذا العمل باعتبار الواقع العربي مناسب لها من هذه الحالة من الارتخاء ما في شك أن حالة الانهيار في الإقليم تعطي لإسرائيل قوة لمواصلة الضغط على الفلسطينيين في إرباك كبير في المنطقة في الإقليم في دول سيادية عام تنهار ومن هنا تنبع سياسة الوعي والإدراك الفلسطيني اللي بجسدها الرئيس محمود عباس ودعني بهدوء أقول لن نعطي إسرائيل ذريعة وسنواصل عملنا الدبلوماسي أننا نحن نعرف في المعركة ليست هناك معركة متكافئة في العسكرين وبالتالي أستغرب البعض أنه يا أخي ليش أنتوا بتردوش على الإسرائيليين يا أخي الشعب الفلسطيني يتصرف نتيجة نتيجة الحصار والضغط النفسي على الفلسطينيين وما يقوم به الشباب الفلسطيني هو بفعل ما تمارسه إسرائيل من ضغوط نفسية وهدم بيوت وتدمير لن ينجرى الفلسطينيون إلى إعطاء إسرائيل مبرر لاجتياح الضفة الغربية ولصناعة معركة جديدة مع الفلسطينيين من هنا يأتي الوعي الفلسطيني والإدراك الفلسطيني بقيادة الرئيس أبو مازن واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية كل الإطار الفلسطيني يعي تماما إن الإقليم مشتعل كيف يمكن أن نحافظ وأن نثبت أقدامنا في أرضنا وأن نسعى سياسيا لإحراج هذا الكيان وإحراج الدول التي تسانده ولن نعطي له ذريعة أبدا كما حصل عام 1902 لأن هذا لن يمكننا مرة أخرى من إعادة بناء دولتنا نحن نبني مؤسسات نعم تبنى مؤسسات مؤسساتنا الحكومية تبنى بشكل كبير ومؤسساتنا الأمنية تبنى وبوعي كبير وبإدراك عالي جدا لخطورة المرحلة ولمفهومنا العميق لسياسة الجانب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وضد إقامة دولتهم لن نعترف لا بدولة يهودية ولا بغير يهودية نحن هنا باقون وسنصل إلى القدس عاصمة لنا وسنقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة إن لم تتحقق اليوم ستتحقق غدا سياسة الأشبال والأجهال التي تلينا هي صاحبة أمانة وهم أمناء هؤلاء الذين حملوا راية الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية هؤلاء كرواد وكانوا بالسجون وقادة وهم اليوم يشاركون فعليا في إدارة الصراع بوعي أعمق وبوعي أكبر في مواجهة التحدي الإسرائيلي حركة فتح سياسة اللواء قدمت الشهداء قدمت عشرات ألاف الشهداء الفلسطينيين أيضا حركة قدمت أعضاء لجنتها المركزية شهداء وكذلك قائدها المؤسس الشهيد ياسر عرفات والذي ارتقى شهيدا فوق هذه الأرض حركة قود النضال الشعبي الثوري الفلسطيني لابد أن تبقى وتنتصر اسمح لي أن أشكرك اللواء الحاج إسماعيل جبر مساعد القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطينية ومستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات على كل هذه المشاركة وهذه المعلومات التاريخية التي قدمتها لنا في بانوراما الساعة لهذا اليوم وإلى هنا عزي المشاهدين أصل بكم إلى نهاية هذه الحلقة من البانوراما حتى ألقاكم هذه تحية وإلى اللقاء شكرا جزي شكرا جزي شكرا جزي شكرا جزي شكرا جزي شكرا جزي